اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل الى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ونوه سعادة وزير الخارجية بالمبادرة التي تبنتها الدول المنظمة لهذا الاجتماع باعتبارها تستهدف اعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الاوسط والبحث في السبل الممكنة لتنفيذ حل الدولتين والوصول الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الاستقرار والامن والسلام وقال سعادته ان مملكة البحرين بادرت في عام 2019 بتنظيم ورشة السلام من اجل الازدهار التي القت الضوء على امكانية تحقيق النمو الاقتصادي ومستقبل افضل للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي مضيفا ان مملكة البحرين اتخذت خطوة تاريخية عام 2020 بالتوقيع على اتفاق المبادئ الابراهيمية وتأسيس علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل مستهدفة دعم جهود احلال السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة واكد سعادة وزير الخارجية على ضرورة العمل على توحيد كافة الجهود وتنسيقها من اجل انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط ترجمة نانسي قنقر